اشتركوا في القناة اعلن انه هناك حضر التجوال في عموم العراق يومي 20 و 21 تشرين ثاني المقبل يعني 20 و 21 داعش الفين و 24 يعني حوالي بعد ما يقرب ثلاثة شهر وذلك الاجراء الاحصاء السكاني طبعا هذا الاحصاء بداية يحتاج الى اموال كبيرة تخصيصات ومقال ونخص تخصيصات المطلوبة هي 350 مليار دينار عراقي دعنا من الاموال وهذه اموال منهوبة طبيعية لكن علينا ان نتساءل هناك حسلة كثيرة فيما يخص هذا التجاد العام للسكان او الاحصاء العام للسكان السؤال اللي يطرح نفسه واللي كل العراقيين يطرحوا وكل الدنيا تطرحه هو ليش الناس ليش الدول تسوي اعصاء سكان لماذا يعني تكلف نفسها الدول مبالغ كبيرة وناس يشتغلون كثيرين تعطل الدولة يومين وثلاثة وشغلوا اكثر وربما هذا يستغرق اخراج البيانات وتبويبها وكل هذه العمليات تستغرق شهور حتى نطلع بنتائج معينة لماذا عندما تقرأ في وتعرف الدول تجارب الدول تجد انه كل الدول في الدنيا عندما تجري احصاءات سكانية تريد تعرف الامكانات البشرية والمادية كم هي الامكانات البشرية والمادية في ذلك البلد اولا هذه تريد تعرفها اثنين تريد تعرف كيف يمكن استعمال هذه الامكانات البشرية والمادية في خطط تنموية للنهوض والبلد هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة طبيعة نمو السكان يعني مقارنة بالموارد وشكال عندنا موارد وشكال عندنا نمو سكاني هل هذه الموارد ستكفي بعد كذا من السنة لهذا النمو السكان واذا ما زاد عدد السكان هل لدينا موارد اخرى ممكن ان تظهر ونستخرجها من باطن الارض او بشكل او باخر هكذا يحسبون النقطة الثالثة يعني ما الذي نحصل عليه من هذه الاحصاءات السكانية وكيف يتم الحساب له والحسابات له وكيف يمكن استفادة منه طيب احنا هذه النقاط الخمسة طبعا اضافة الى نقطة الخامسة ذكرنا اربع نقاط النقطة الخامسة تحديد حاجة كل منطقة كل مدينة كل محافظة من الموارد من الامكانات طبعا لسكانها وشكل نموها وما فيها من موارد جقد تحتاج من بناء صناعي من مصانع من مدارس من وكم سنة نحتاج الى هذا النمو السكاني هذا جقد رح نحتاج مدارس جقد رح نحتاج بالحصاء السكاني هكذا والحصاء السكاني واذا ما كانت عندنا هذه النية فليش نسوي حصاء سكاني يعني لماذا نصرف الفلوس لماذا نخلي ناس لماذا نكلف ناس الان بالعراق عشرات الالاف موظفين معلمين معرفين يشغلوهم يحصون وخلال هالي يومين اللي عدم تجوال وبعدين يدخلون هاي البيانات ودوار كثيرة تهتم بها حتى تطلع عنا النتائج طبعا نحن نساءل السؤال الاخر في وطن يعتمد المحاصصة الطائفية والعرقية منذ عام 2003 لحد الان كيف يمكن النظر الى كل هذا الذي قلنا كيف يمكن الاستفادة لكل هذا خاصة وان كل ما ذكرنا يتعارض مع المحاصصات هذه النقطة يجب أن نخليها بيظنة النقطة الاساسية الاخرى هم اساسا اذا يكتمون فقط يعني بتحديد او بغاية او وفقا لمفهوم النسبة الاعلى والنسبة الاقل يعني الاغلبية والاقلية هو هذا اللي يبنون على كل نظامهم السياسي وكل نظامهم الاقتصادي والاجتماعي والتوزيعات وكل كل هذا حتى التوزيعات في البرلمان الكراسي توزع على هذا الاساس لان هذه هي الحاكمة منذ عام 2003 لحد الان اذا عندما تكون المحاصصات هي الحاكمة واغلبية واقلية اذا لا مجال الكفاءات والقدرات والمؤهلات نبحث عنها لان هذه الحصاءات السكانية تبحث عن الكفاءات هذا واحد من اهم النقاط الاساسية لتبحث عن الحصاءات السكانية تبحث لنا قد اك ومؤهلات وكفاءات عالية شكون يمكن نستفيد من عده وما لهم علاقة هذا من مذهب الفلاني من مذهب الفلاني من الدين الفلاني من القومية الفلانية ما لا علاقة الا علاقة انه عراقي واحنا نريد نستفيد من عنده من مواردنا البشرية شون نستفيد من عنده اذا احنا محاصصة واغلبية وقلية اذا هذه النقطة اساسا ملغية نهائيا اذا هو هذه النقطة عندما نلغيها ننسف كل الاحصاء السكاني ماكو داعي للحصاء السكاني والحصاء السكاني يتقصى تنظيم الاسرة يعني شون نظم الاسرة ش تحتاج من رعاية صحية كل اسرة رعاية صحية خدمات تعليم طرق خدمات عامة النمو السكاني ماذا نسبته ماذا نستفيد من عنده ماذا نناث رجال كل محسوب هذا احنا كل عام يطلع علينا واحد من مزارة التخطيط مادري من الحزبيين مادري من الحزاب ايما العملية السياسية يقول لنا رقم غريب عجيب العام كنت خمسة وثلاثين مليون زدنا صدنا ثمانية وثلاثين مليون شون زدنا ثلاث ملايين بسنة ما تدري وبالتالي انتم تحسبها تلقي زيادات كل سنة مليون مليون ونص زيادة طيب احنا عدنا امراض عدنا طلاقات عدنا اهم شي العوائل ما كانت يعني ما عادت مثل قبر طيب حتى الاحصائات السكانية تحدد عدد الكراسي والبرلمان يعني في نظام في ضل نظام طائفي في نظام الحزاب والميليشيات هي الحاكمة الطائفية و اراد تمر هنا بالخارج طيب انت تحدد على الكراسي بالبرلمان قياسا لنسبة السكان في المحافظات اذا انت رح تزوروا في هذه القضية ما فائدة كل ذلك في ضل نظام مرة اخرى هذا هو السؤال المهم في ضل نظام محاصص طائفي هذه جزء من عمليات التغيير الديمغرافي من عمليات الغش واللعب ومحاولة دعك من انه احنا ما راح نخليها الفقرة تقول هذا مذهبة شنو مهين بينه بالتالي راح راح تحاولون تسوي النسب معينة لمدن معينة واعداد معينة لمدن معينة واضحة ماذا القضية وخلال واحد عشرين سنة ماذا اشتغلتوا عليه وصلنا الى هذه النتيجة وهذه الفرق العراقين ومزقهم هم لحد الان يتكلمون هل قد نسبة ذولة وهل قد نسبة ذولة وهل قد عدد ذولة وشن الاحصائيات فلان قال لنا فلان ما كذب ماكو اي احصائية تقول هذا الكلام لكن مع ذلك اعتمدوها مشوخة من ابريم اروحوا اطيدك فهذا غاية الاحصاء وبالتالي خسارة فلوس وجزء من عملية سياسية ليس اكثر لتغيير ديمغرافي وتغيير تمزيق المجتمع العراقي المجتمع العراقي مصالح مع نفسه ما عنده شيء عاو سنة وما عنده ما عنده مسيحي مسلم وما عنده الشغلة وصلتوا الى هذه المرحلة مع الاسف الشديد وهذا الاحصاء السكاني جزء من هذه المحاولات وهذه السياسة ليس اكثر وقت هذه الحلقة قد انتهى اعزا المشاهدين اترككم بخير والتقيكم في حلقتنا اخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة